يا مساء النخوة والشهامة والعزة والكرامة على كل أولاد الأصول اللي بيتبقونا من جوة الصعيد ومن أي مكان في الدنيا النهاردة هنتكلم عن صعيدي جدع راجل من ظهر راجل زي ما قالوا الجدود والجدود في الصعيد الجواني بطلنا النهاردة هو أحمد جئيدي من مركز البداري بعصيوك وكان مشهور باسم الدرس والحكاية حصلت بالضبط في شهر مارس 1932 يعني من حوالي 90 سنة وقبل ما نتكلم لازم نعرف أن أحمد جئيدي الأفندي المتعلم جتل مأمور مركز البداري بالرصاص ومع ذلك هو مش مجرم وكل الصحف في الفترة دي شافت أنه بطل ومحكمة النقضي كمان شافت أنه بطل ومجلس النواب وقتها طالب باستقالة الحكومة والملك فوادي الأول اللي هو أبو الملك فاروق طالب بتخفيف الحكم عنه حسيبكم شوية مع التقرير اللي جاي ونرجع بعدها علشان أقول لكم ليه جئيدي جتل مأمور جسم البداري وليه الحكومة استقالت أحمد فندي جعيدي الشهير بالدرس وصديقه حسن وشهرته حسون أبو عشور الذين قتل يوسف فندي الشفعي مأمور قسم البداري وقت ذاك تلك الحادثة التي جرت وقائعها في مركز البداري بمحافظة أسيوت في عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين وكانت مصر تعيش قلاق السياسية حيث ألغى الملك فؤاد ورئيس حكومته إسماعيل صدق باشا دستور الف تسعمائة تلاتة وعشرين ووضعوا بدلا منه دستور الف تسعمائة وتلاتين الذي يؤسس للاستبداد وبدأت الحكومة في إصدار القوانين المقيدة للحريات وملاحقة المعارضين كان مركز البداري مؤيدا لحزب الوفد الذي يترأسه مصطفى النحاس باشا فخرج الأهالي جميعا يمنحون أصواتهم لمرشح الحزب حتى نجح في الانتخابات وخسر مرشح حزب الأحرار الدستوريين التابع لرئيس الحكومة إسماعيل باشا صدقي وقت ذاك فغضب إسماعيل صدقي على مركز البداري وأمر وزير الداخلية أن يرسل لهم مأمورا قاسيا عنيفا لا يرحم صغيرهم ولا كبيرهم فعينت الوزارة يوسف فندي الشفعي مأمورا عليهم حضر يوسف فندي الشفعي إلى أسيوت وهو ابن عمدة من أعيان الدقاهلية لأم فرنسية ومعه أوامر صارمة للتنكيل بأهل البداري وتعذيبهم وبالفعل نفذ يوسف الشفعي الأوامر وساعده على ذلك العمدة محمد همام حتى ظهر أحمد جعيدي عبد الحق وشهرته أدرس وهو حفيدا لشيخ وقور جاوز المائة عام من عمره أما أحمد جعيدي فقد كان عمره حينئذ في الثالثة والعشرين تخرج من مدرسة الفنون والصنائع بالقاهرة كان فيها مثالا للاستقامة وتفوق عاد جعيدي إلى بلده مركز البداري بأسيوت واتخذ من صديقه حسن أحمد أبو عشور صديقا حميما لا يفترقان إلا في ساعات النوم وكانت تلك الصداقة سببا في أنهما أصبح شريكين بدأ الصديقان جعيدي وعشور رحلة النضال ضد المأمور الظالم لحماية أهل البداري منه حتى امتدت الإصبع الخفية إلى أحمد جعيدي تتناوله بالاتهام في إحدى الجرائم وتقول إنه قتل رجلا وإن ثياب الرجل مدفونة وهي ملطخة بالدماء على مقربة من بيت جعيدي وتعثر الشرطة على الملابس الملطخة بالدماء ويقودون أحمد جعيدي إلى التحقيق والسجن ثم يعود القتيل المزعوم حيا يسعى على قدميه بعد أن أضحى أحمد جعيدي في عداد المشبوهين وتهمة ثانية واتهام ثالث وإذا بالفتى قد غدا مشبوها ومراقبا ومعدودا من الخطرين على الأمن العام لكن جعيدي لم يسكت على ذلك فبادر برفع شكايته ومظلمته إلى وزارة داخلية وإلى مديرية أسيوت يشكو العمدة والمأمور يوسف فندي الشفعي ويحتج على عدهما إياه مشبوها واتخاذهما ضده قرارات المراقبين الخطرين على الأمن العام من دون أن يقترف أي تهفوة وزي ما عرفنا من التقرير كده أن يوسف فندي الشفعي كانت شغلته الشغلة أنه ينكل ويعذب ويسجن أهل البداري ظلما وعدوانا وطبعا ده اللي دايك أحمد فندي جعيدي وصحبه حسونة أبو عشور الاتنين كانوا أفندية ومتعلمين وظروفهم المالية مرتاحة ومش عجيبهم اللي حاصل في البداري من عميل المأمور جام أحمد جعيدي رفع شكوى لمديرية أسيوت لكن للأسف المديرية عندها أوامر أنها ملهاش دعوة باللي بيعمله يوسف فندي الشفعي في البداري وفي يوم كده استدعاه يوسف فندي الشفعي للتحجيق عارفين بتهمة إيه؟ تهمة غريبة شوية قال إيه؟ أحمد جعيدي كان لابس جلابية حرير ساكروتة ومسك عصايا خازران لها مقبض من العاج وماشي بيتعايق بيهم جدام المركز جم بسوا ليلة كده في الحجز وبعدها تم الإفراج عن أحمد جعيدي طب أحمد جعيدي يسكت؟ لا واخد بعضه رايح على وكيل النيابة يشتكي العمدة ويشتكي يوسف الشفعي مأمور المركز وكانت الصدمة هناك كبيرة وكيل النيابة وقتها كان حسني زيان اللي هو خطيب بنت يوسف الشفعي يعني ما فيه الشكوى هتتجبل ولا محضر ضد المأمور هيتعمل جامعا منها أحمد جعيدي رفع الشكوى لوزارة الداخلية ضد يوسف الشفعي وذكر فيها كل اللي بيحصل وطبعا الوزارة عارفة إيه اللي بيحصل في البداري وعارفة نفسها هتحط الشكوى بتاعة أحمد جعيدي بتاعة البداري فين بالظبط في الفترة دي كانت الخصومة شديدة زي ما قلنا بين عيلة عبد الحق اللي منها الجعيدي وبين عيلة العمدة محمد همام جام العمدة دس اسم أحمد جعيدي وصاحبه حسونة أبو أشور بين ستة وتلاتين شخص من البداري علشان يحبسهم يوسف الشفعي مأمور المركز بتهمة الشغب وده طبعا بعد اتهمهم في قضية القتل اللي تم ذكرها في التقرير وفعلا اتقبض عليهم وتحبسوا في سجن المركز وشافوا من العذاب ألوان كربيج تلاقي ضرب بالخزران تلاقي ووصل الموضوع لحركات غير أدمية اتعملت فيهم علشان ما فيش حد منهم يقدر يرفع عينه في عين جناب المأمور بعد كده أيام طويلة من الإهانة جوى السجن وبعدها خرج الجعيدي وأبو عشور ومعاهم الستة وتلاتين شخص بعد ما تأكد يوسف الشفعي انه قدر يكسر عنهم ما يعرفش ابن الفرنسية ده ان الصعايدة مش بيسيبوا طارهم ولا بيسمحوا لحد يزل كرامتهم خرج الجعيدي وأبو عشور وهم نويين على جتل المأمور يوسف الشفعي جاب الجعيدي بندجية خرطوش وجاب أحمد أبو عشور أو حسونة أبو عشور بندجية أمنطور وتربصوا ليوسف فند الشفعي مأمور المركز كان المأمور يحب يتمشى مع صديقه فهي مفندي ناصف لحد المدرسة الابتدائية وفي اللحظة دي أطلق جعيدي وأبو عشور النار عليه لحد ما وجع مكانه ميت وسابوا المكان وهربوا مع ملاحظة أنهم ممسوش مهندسة الريب أي أذى رجع جعيدي وحسونة لبيوتهم بكل هدوء وتعشوا وسط أهليهم كأن مفيش أي حاجة حصلت انتشر الخبر زي البرج والزغريت عليت في البداري والناس كانت تبارك لبعض مبروك يوسف فندي مات وفي اللحظة دي حكومة إسماعيل سدقي اتجننت والهجانة نزلت البلد بالكربيج وجبضوا على جعيدي وأبو عشور وأهليهم واعترفوا في النيابة أنهم قتلوه وتحولوا لمحكمة الجنايات واعترفوا أنهم قتلوه غيرة على أهلهم وناسهم والانتقام لكرمتهم محكمة الجنايات رزعتهم حكم شديد إعدام لأحمد فندي جعيدي والأشغال المؤبدة لحسونة أبو عشور المحامين طعنوا على الحكم في محكمة النقض والصحافة خربت الدنيا وهاتك يهجوم على الحكومة ومجلس النواب شم ريحة إسماعيل سدقي في الموضوع وبدأت الاستجوابات لحد ما جات الجلسة التاريخية وظهر البطل الجديد في الموضوع عبدالعزيز باشا فهمي رئيس محكمة النقض الرجل ده اترفعت له القضية ومع جبهوش الحكم محكمة الجنايات وحس ان الشباب دور رجالة ولما سمع منهم اللي حصل من يوسف فاندي الشفعي قال جملة تاريخية إجرام في إجرام وقال في حيثيات حكمه ان حكم محكمة الجنايات كان شديد وقاسي وان الموضوع لو بيد محكمة النقض ما كانت حكمتهم من الأساس وما فيش في ايديها غير انها تلفت انتباه الحكومة على اللي بيحصل ده وطالبت المحكمة المشاريعين انهم يعملوا قوانين ترفع الحرج في القضايا اللي زي دي وقال ان الشباب عملوا كده علشان المأمور الظالم ما يرجعش تاني لعميله لان اللي عملوا المأمور مش تنفيذ للقوانين وإنما إجرام وقال عبد العزيز باشا فهمي رئيس المحكمة كمان ان الجنايات كان لازم تستخدم معاهم الرأف أكتر من كده لنفس السبب اللي خلاها تعقبهم عليه بالأحكام الشديدة وحكمت المحكمة برفض الطعم عن استحياء لكن حيثيات حكمها كانت شديدة وجلبت البلد رأسا على عقب الملك فؤاد اتدخل شخصيا وخفف الحكم من اعدامه مؤبد لمؤبد وخمستاشر سنة يعني الجئيدي اتخفف حكمه من اعدام لمؤبد وعشور من مؤبد لخمستاشر سنة ومجلس النواب استدع علي باشا ماهر وزير الحقانية اللي هي وزارة العدل وسألوا عن اللي حصل واستجوبوه وطبعا ما فيش عجابة رأى علي باشا ماهر استقال من الحكومة وانقسمت حكومة اسماعيل سدقي ومعظم زراءه استقالوا بسبب اللي حصل والصحف شنت هجوم كبير على الحكومة لحد ما خرج اسماعيل سدقي وجدم استقالة الحكومة كلها وشكل حكومة جديدة برئاسته لكن برضو ما جدرش يستحمل تسع شهور واستقال نهائيا مع كل حكومته وحل محله عبد الفتاح باشا يحيا وبعدها على طول نشر الأديب العملاق الصعيدي عباس العقاد اقصوصه في جريدة الجهاد وقال فيها ان فضيحة البداري كشفت اوزار الزمان ولو افتدحت الأوزار كلها هتعرف الدنيا كلها كالدقيه المصريين عندهم نخوة وصورة من صور العدل الشريف رحم الله احمد جعيدي وشهرته الدرس ورحم الله حسونة احمد وشهرته حسونة ابو عشور ورحم الله القاضي الجليل عبد العزيز باشا فاهمي رئيس محكمة النقب استنوني في حلقة جديدة مع شخصية جديدة من الصعيد الجواني بعد ما تشارك الفيديو ده على صفحتك الشخصية لان ده يعتبر الدعم اللي باخده من حضرتك علشان استمر في نشر سلسلة رجال من الصعيد وما تنساش تسيب لي تعليق تطرح فيه اسم اي شخصية حابب تعرف قصتها الحقيقية الصعيد الجواني حكموا معاني وحكاوا من زمان وحشاني